بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم والتقعيد للقول المفيد باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة معنى ترجمة الباب أي لا تسأل أحدا من المخلوقين بوجه الله والخلق لا يقدرون على إعطاء الجنة أو إذا سألت بوجه الله فاسأل الجنة ولا تسأل شيئا من أمور الدنيا فيه تعظيم وجه الله بحيث لا يسأل بوجهه الكريم إلا الجنة أو ما يؤدي إليها الدليل الأول عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة رواه أبو داود بوجه الله فيه إثبات الوجه لله وهو ثابت بالقرآن والسنة والإجماع وجه حقيقي لا يماثل وجوه المخلوقين المسائل الأولى النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب فإنه من الأدب أن لا تسأل بوجه الله إلا ما كان من أمر الآخرة الفوز بالجنة أو النجاة من النار الثانية إثبات صفة الوجه حكم دعاء الصفة لا يجوز دعاء الصفة كقولهم يا رحمة الله يا وجه الله يا عزة الله فهذا دعاء محدث لا يعرف في النصوص ولم يرد عن السلف وقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه كفر التقسيم والتقعيد للقول المفيد ترجمة نانسي قنقر